السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأمرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن ناس لهم معنا وقلو لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على الصحافي الفرنسي وين يوجه اتهامات خاطرة لخير الدين زاتشي مش احنا يا عرار اللي بايشارعو رحو شارعوه لا ردوه لا دبر ريصانكم جانا يهدر فيها عرار فرنسي ورا يهدر فيها عرار ويرا رعوا عنده وين خاض الصحافي الفرنسي يدعى رومان خلال بس مباشر له على منصة يعني في سيراء وين صرحه وين مؤخرا على مستوى وين سيراء الحاصل مؤخرا على المستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بين رئيس شارف دين عمارة وسبعة من اعضاء المكتب الفيدرالي واتهم الصحافي رئيس الاتحادية الجزائرية السابق خير الدين زاتشي بشن حرب على رئيس الحالي شارف دين عمارة ما احدث مشكلة كبيرة في الفاف لا تخدم مصالح المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي يعني ويوجدون لك الناس يتحدثون عن المؤامر وين كانهم لا يوجد المؤامر لا يوجد مؤامر ما لا أحدثون أنهم نعرف على المكون من مقبل المؤامر كيف يكمل وين كيف يتحدثون لا يوجد مؤامر فأصبح على مؤامرة تعال بليدها والناس قاعدة بلاستها تعال بليدها علىها بالعاني ولو يديروا لوكي معك على بالهم على بالهم لأن الشركة الفرنسية الغاولها الغاولها العقد التاحة اللي هنا كملوا معها كملت العقد التاحة راحت وزيد فانيك الشركة للمنازل اللي يجيب يجيب المنتخبات يلبوا مع المنتخب الوطني حياته كاملة جابنا لعبنا مع إيران برد خاتشوا إيراني جابنا لعبنا مع إيران برد ورخرين بالكشير رخرين تميس يبوا مع من يلبوا يعني قلونا بينا لعبوا معكم قلنا لكم بللي هذا هذو الناس ويحاوسوا كيفاش يديروا هم بيهم باش الجزائر ما تديش كاس إفريقيا يخدموا باش ما يدوش كاس إفريقيا كاس إفريقيا والسؤال المطروح لماذا منع لعابين جزائريين لزايدين في فرنسا ما يجوش يلبوا في الجزائر مدارس مدارس فرنسية ومجزائريين ذنبهم الواحد زادوا في فرنسا أيا ما يجوش للجزائر شوفوا أنتو ما شوفوا أنا أقولكم أنتو ما شوفوا ما كاش لعابنا ما كاش ولا كاش قال لا يجيبوكم هذه الخطرة ولا يجيبوكم باش يسكتوكم ومكاش يلعبوا تعليد داول اللي لعبوا كونت كينيا برمير مارس 2019 كوب دافري هذا مكان وينوى الصعاب الفرنسي المختص في كشف فضائح رياضية وسياسية إلى استعمال خيد الدين زادشي لبعض من مقربه الذين كانوا معهم في المكتب الفيدرالي السابق وما زالوا أعضاء في المكتب الحالي كأسلحة لشن حربه على رئيس الحالي عمارة يودي شوفوا هنا هذا الحاجة ما هدرتها نالي كان يقولك زادشي 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 سايك رايح ناس كان يقولوا زادشي 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 كان يقولك اه شو بير دار اه شو بير مالو دار لا 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 بوكي تعورد بوكي تعورد كما هكذا بوكي تعورد قلعوا قلعوا وردة جابوا وردة بصح البوكي والربلة وخلاوها البوكي خلاوها أنا بغيت قلعوا خلزتينها في عام 2016 الكوزيني وحاوزها كوزيني كوزيني موراد زرع الميزان زرع بن خدا وقلع زرع بن خدا ولا زرع الميزان تعوي ما يسكن قواوي زرع بن خدا وقلع قلع زرع بن خدا وحاوزها قلع زرع بن خدا ما خلاش كوزيني وما خلاش ومن بعد شار الدين عمارة قاعد الناس يديروا مشاكل انت في من تحصل قاعد يتحصل في شار الدين عمارة في عراسك تقول شار الدين عمارة فاشل الماد يعني عمارة عمارة قلع رومان وقل رومان ان كرة القادمة الجزائرية ما تزال يعني في سراعات شارسة القائمة بين رئيس الفاف السابق وخليفته عمارة وفي سياق صراح حصل بين رجلين كشف مؤخرا عديد من المختصين في شؤون كرة القدم جزائرية تفاصيل مثيرة في قضية قالوا إنها قد تعصف باستقرار المنتخب الوطني جزائري أهدرناها وعودناها وقلنا لكم بللي هذو ناس راه يكيد جيدات فيفا يديروا مشاكل يخزنوا مرجمات بالماضي هذو الأعضاء اللي اضمنهم جاماب الماضي قالوا من القروب بتاعي يقعد ولو يقارعونه كي جي والتالية جاماب الماضي قاسلهم ميزاج قالوا بصيبو هيا كل وادي خدمتوا أنا خاطيني فما قاسها الجماعة على الأعضاء قالوا أنا خاطيني مورها ضربوا ضربوا راخر بهلول ومحمد سعد تبعوا الأحداث تبعوا الأحداث تبعوا الأحداث تعرفوا شركيا من أكد كذلك الناقد الرياضي حسين جنات في مقطع على قناته أن عمارة اجتمع مع أعضاء السبعة من أجل إرجاع مياه إلى مجاريها قبل أن يفجئهم بإنهاء مهام عمارة بهلول من منصب نائب رئيس وأحدث قرار عمارة وقتها توسع كبير في دائرة الانشقاء بين الطريفين ما جعل الأعضاء يرفضون التوقيع على أحد محاضر اجتماع المكتب الفيدرالي الذي عقد في ظل مقاطعتهم له وعلق الإعلام الجزائري فريد مع طاوي بدوره عن قضية قائلا أن ذلك الصراع لا يمكن أن يستمر طاويلا لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري على تحدي انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 نحن نقول لكم بللي هذو الناس هم دايرين هما مشكلة باش ما نكاليفوش ناس الناس اللي كانوا في الاتحادية والداء وكأس إفريقيا مش شابين الجزائري تدين كوبدافريك لازم نقولوا يعني اللي كان قبل هو والداء وشو كوخليته عقليتا كوخليته عقليتا كوخليته كوديناه هذي العقليتا كوخليته كونا ندوه واهدر هذا كواندونسي جوار كعب جياس كوكلش قالهم كوبدافريك تقعد تخدم على نظر شئ 30 عام 30 عام قالوا قالوا والفو بـ 30 عام ندوه تيروه جيل ويجيه جيل ويحزق جيل باش ندوه حديدة من الله أفريك قالوا مشي باغين هذو داروا قاع ساباتهم لو كانت عارفوا على جوارة جوارة ما داروش ما داروش كما نقوله احنا يا ضخ دماء جديد المنتخب وهي طاوالو فهي طاوالو يدعاو يهدر لك يقولك انا بغين فرح لك الشعب قال الشعب الشعب فرحوا بالأداء والشعب فرحوا كاليفي مشي فيلي ماتش ماتش آمي قال مبانو اسبوع أو فيلي ماتش كونت من انطيحوا كونت عظمة صحيحة ولو مبانو آراني بصغار لا يودي عشان نقوله احنا نقوله باليودي المنتخب الوطني لازم تخمو في المنتخب الوطني قبل كل شيء وتخمو في المصلحة العامة مش مصلحة شخصية خاتش ولد صاحبي صديقي صاحبي صديقي ولد صاحبي صديقي 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 صاحبي تبقى تشوف زروقي اللي جابوهم الفارادو يعني ايشو عالا عب انت ما هذي من هذه شوقهم مفي في بغرة بغرة مشي بغير فيتع المجلس بغرةني ساكت مش هي ساكت مفي في الكريمة تحق له على بنا بالي بغرة ضغطوا عليها بغرة ضغطوا عليها بغرة بغرة عبوها لوساي المترجم للقناة